اشتركوا في القناة والثقة بالله نعم يا أبنائي علينا جميعا أن نثق بالله تعالى مهما زادت الشدائد والمحن وأن لا نخشى في الله لوم تلائم كما فعل أبو الأنبياء ولكن كيف جاءت لسيدنا إبراهيم فكرة هدم الأصنام وتحطيمها قل كل من عند الله يا سارة لماذا لا تأتون معنا للاحتفال بالعيد فأنا مشغولة بعمل المأكل والمشرب والجواري يساعدنني في ذلك سيكون يوما جميلا تعالوا معنا فسوف يحضره الملك النمرود والأوريغال وسيكون يوما عظيما يشغل الناس فرح ومأكل ومشرب واحتفالات ومن الغريب أن إبراهيم قد وافق أمه على الحضور في ذلك اليوم مما أثار دهشة زوجته سارة حيث أمرها أن تهيئ لوطا وتجهزه حتى يشهد ذلك اليوم ويلبي دعوة أم إبراهيم هيا 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 إلى التمثيل إلى الخير وإلى البركة وإلى الفلاح هيا إلى شراء أفضل الآلهة وأنفعها للناس بل آلهة أنا الأفضل إنها من صنع آذر هيا هيا إلى المعجزات هيا إلى الكرامات هاتي هذا الإله أعتقد أنه سينفعني فماذا يأكل؟ يأكل الزبد والسمن والعسل والنبيذ يشربه ليل نهار آه لو صدق هذا الإله وأعاد لزوجتي يا رجل لا تقول هذا فالآلهة لا تكذب وزوجاتك هي الكاذبة صدق الآلهة صدق الآلهة قبل أن تغضب عليكم هيا هيا مع الآلهة فمن يشتري قبل يوم الزينة والتفرغ لللهو واللاعب هيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويشرب الخمر بكثرة في المرة القادمة سأتيه بلحوم طازجة لكن ابراهيم عليه السلام لم يحطم الأصنام إلا بعد محاولات كثيرة لإقناع قومه بتوحيد الله والكف عن الشرك به وعبادة الأصنام من دون الله تعالى صدقت يا سعد وهذه نقطة لم يلتفت إليها كثير من الناس أن ابراهيم كان حليما وأواها وصبورا ومع ذلك لم يستجب قومه له في كل المرات التي دعاهم إلى توحيد الله وما على الرسول إلا البلاغ المبين فلقد نصحهم وأرشدهم لكنه مستحب العمى على الهدى يا بني وهذه آيات تدل على أن إبراهيم لم ييأس بل حاول كثيرا قبل أن يكسر أصنامهم موسيقى اترى يا مولاي كثيرا زدوني زدوني ذهبا فوق حولتك زدوني لأتزين بك مولاي بل الذهب الذهب هو الذمر ستزين بك يا مولاي نو يوم زيناتي يا وزير أليس كذلك العالم كله ينتظرك يا مولاي يا إلهنا العظيم يا حبيبتي كم من فتاة تزوجت واستمرت زواجها سنين بلا إنجاب إلى أن أنجبت فهوني عليك وها هو لوط قد ملأ عليكم الأيام سعادة وهناء هيا هيا استعدي للاحتفالات هيا هيا يا سارة هل أمي إلي يا جارية سمعا وطاعتني يا سيدتي سوف يأتي إبراهيم ولدي وسوف تأتي معه سارة ولوط ليكون يوما مشهودا أتألم كثيرا فسيدتي سارة لم تنجب حتى الآن ششت سمتي لا تذكريني بأي شيء يفسد مجيء إبراهيم ولدي هيا جهزي معي الطعام هيا ششت سمتي لا تذكريني بأي شيء يفسد مجيء إبراهيم لديه في كل المكان حماية الآلهة أكملوا فرحكم وطبغكم وأكملوا الغناعة والرقص والمرأة الملك النمرود ملك الدنيا يبعث لكم بالطعام والشرام كنوا واشرابوا وازدادوا لهوا ولاعبا أنا أمهر صانع تماثيل وآلهة أريد أن أصنع تمثالاً للملك تعال هنا أتريد أن تشبه النمرود وتصنع له تمثالاً؟ لا 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 إنه أعلى وأقوى تعال إلى السجن والعذاب الأليم لا اتركوهني 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 ماذا لو ذهبنا معه؟ إذن لكان مكاننا السجد والتعذيب لقد تدخلت الآلهة لتحمينا من بطش النمرود وجنوده فضل الأصنام علينا كبير 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 واستعد الجميع للذهاب للاحتفال وأحضروا القرابين والطعام والشراب للآلهة فنظر إبراهيم إلى السماء ثم قال لأمه إني سقيم ولن أستطيع الذهاب معكم وعندما رحل الجميع قال إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وسمعه بعض المرة وغضبوا مما سمعوا وذهب إبراهيم عليه السلام إلى الآلهة المزعومة ذهب والناس في غفلة في احتفالات ولاهو ولعب ذهب ليثبت لهم أنهم على الباطل وأن الحق آت لا محالة